السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي الحلوين أقطال الصف الأول الابتدائي معكم مصرد وحسن من قراتكم تأسيس صحيحنا في البيت إنه عرض إن شاء الله ناخد درس جميل قوي اسمه الماد بلياء والماد بلياء شاطر وعنده ذكاء هنشوف إزاي دلوقتي هو شاطر وعنده ذكاء ولكن في البداية خلينا نرحب بكل أصدقائنا الجمال اللي امتابعنا من زمان وبيحضروا معنا دايما كورسات التأسيس في الصف في اللغة العربية في اللغة الإنجليزية أيضا بنتدرب كتير أو يقرأ أو كتاب أو إملاء وكمان نحب نرحب بكل أصدقائنا اللي أول مرة يشوفونا وياريت تشتركوا معنا في القناة وتضغطوا لايك للفيديو ده وكمان تضغطوا على علامة الجرس علشان يوصلكم كل جديد يلا بينا بقى يا حلوين ناخد الماد بلياء وحب أذكركم كمان لو حابين شتات تعليمية ومراجع وشرحات بنزلها دايما بالصيغة PDF للطباعة على طول بتبقى جاهزة على جروبات الفيسبوك هساب لكم لينكات الجروبات في صندوق الوصف اشتركوا في الجروب المناسب في جروب لتأسيس كيجي كيجي وان وكيجي تو كل ما يخص التأسيس وفي جروب تاني الأولى وثانية وثالثة وفي جروب لمذكرات رابعة وخمسة بإذن الله طيب إن عرض ياولاد هناخد حاجة اسمها الماد بلياء هحكي لكم حدوتة جميلة قوي كان يا مكان كان فيه زمن ولد شطور اسمه الماد بس كان طويل خالص خالص ويقعد يبكي ويعيط ويقول ايه أنا طويل قوي بحدش ردي يلعب معي وكل الأولاد بيقعد يقول لي انت طويل قوي مش هنلعب معيك ومن بقى يا حلوين اللي جي سمعه وهو بيعيط كده سمع الحركات الكصيرة إيه هي الحركات الكصيرة دي اللي هي صدها قسير قوي الكسرة والفتحة والضمة سمعه هو بيبكي جت مين بقى جت الكسرة قالت له خلاص يا ماد بلياء ما تزعلش ما تزعلش طيب أنا ممكن ألعب معيك قال لها بجد يا كسرة هتلعب معي قالت له أيوة يا ماد أنا هلعب معيك ولكن أنا عندي شروط يا طرق إيه هي الشروط بقى بتاعي الكسرة الكسرة قالت له أنا مش هاجي أبدا في أول الكلمة اللي هي ايه الماد بلياء الماد بلياء قال له أنا عمر ما هاجي في أول الكلمة لو انت عايزني ألعب معيك يبقى لازم هقفه نص الكلمة أو في آخر الكلمة قال لها خلاص تمام طيب الشروط التاني ايه قالت له أنا مش هكون علي أي تشكيل خالص يبقى الماد بلياء ما بيكونش علي أي تشكيل زي كلمة كده فيل شايفين الياء دي هي كده ايه الحرف المد اللي هو المد بالياء قالت له مش هيكون علي أي تشكيل خالص ولكن الحرف اللي قابلي هو اللي هيجي تحت الكسرة وهيبقى اسمه الحرف الممدود الله خلاص تمام أنا موافق والكسرة قالت له أنا حركة قصيرة أنا هقف تحت الحرف اللي قابل الياء وهيبقى اسم المد الحرف الممدود زي ما احنا قلنا زي كده الفاقة هو تحتها الكسرة هي دي كده الحرف الممدود إنما المادة باليق بقى هيبقى صوته طويل يبقى لو قلنا الفقل وحدها كده هنقول فيه فيه عشان دي الكسرة حركة قصيرة إنما لما نحط لها اليق هتقول فيه يبقى الكلمة دي سماء ايه؟ فيل طبعا هنطول صوتنا قوي عشان دي حركة طويلة يبقى المادة باليق كده ياولاد هيتكون من إيه؟ هيتكون من الحرف الممدود اللي هو فيه اللي تحت كسرة وحرف الماد اللي هو إيه ويبقى كلهم على بعد هيكونوننا المادة باليق هيبقى فيه يبقى ده الصوت بتاعه زي كلمات ديك نخيل طبيب يبقى المادة باليق ده عامل زي السلايم كده بنشده لتحت ونطول الصوت قوي بتاع الحرف الممدود اللي تحتيه كسرة يا شطرين المهم بقى المادة فرح قوي 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 وقال خلاص أنا من النهاردة هيبقى اسمي المادة باليق وفيدي اللي يغني يقول إيه أنا مادة باليق أنا شاطر عندي زكاية أنا قابلي بييجي كسرة وبعدها يا أنا مادة باليق يبقى فيدي اللي يغني وبقى فرحان خالص يلا بينا طب نقرأ كلمات كتير يا شطرين كده على المادة باليق أهم حاجة طوله صوتكو قوي في المادة باليق لاحظ الفرق ثم انطق ثم انطق هنا رحيمة رحيمة شايفين الحق هي هنقولها سريع عشان هي حركة قصيرة يبقى الكسرة حركة قصيرة هي رحيمة المادة باليق حركة طويلة هي رحيم يلا قولوا معايا فاهمة فاهم شاهدة شاهيد نشطة ناشيط شايفين المادة باليق بيطول صوته ازاي بيعمل اسلايم هي بخلة بخيل عجبة عجيب مارضة مارض قولوا معايا حلوين أنا سمعيكم كلك غريقة دي بسرعة اهي غريقة بنختفى كده غريقة ليه مفيش مادة المادة بقى نطول كأننا بنشد الاسلايم لتحت كده غريق وننزل ايدنا كده لتحت للولاد ونشد جميل عشان عرفهم ان في مادة هنا وبينزل لتحت كده مع الكسرة عاملة عاميل تمام يا شاطرين يبقى المادة صوته بيبقى طويل نشاط واحد هنا مدينا الحروف كلها بحركة الكسر اللي هي السريعة بقى القصيرة دي ايه وبيقول ان احنا نحط لها المادة بالياء يبقى احنا نحط ياء طبعا الياء ينفع حط عليها تشكيل لا ماينفعش خالص يعني لو الياء عليها فتحة او عليها سكون زي كلمة ايه هوريكم هنا يعني مثلا الياء هي عليها فتحة ياء يد ينفع قولا الياء دي ماد لا طبعا غلط طيب الياء هنا عليها فتحة هي رياح يعني هنا اهو قبلها كسرة الحرف الممدود ولكن هي عليها فتحة لا ماينفعش انا عايزة الياء ارعى خالص 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 بنقول عليها ارعى ليه عشان ما ننسهاش ابدا تيجي في نص الكلمة وتيجي في اخر الكلمة والحرف اللي قبلها يكون تحتي كسرة انما هي نفسها ارعى جدا ولا عليها ولا فتحة ولا ضمة ولا سكون ولا كسرة كلمة عين عليها سكون اهي ينفع تبقى ماد بالياء لا طبعا غلط ماينفعش طيب يلا بينا بقى نكتب هنا ايه الاصوات الطويلة يعني الماد بالياء هو ما ادينا الصوت القصير اهو ايه ايه طيب هنا بي يبقى احنا هنخليه بي انا حط كسرة تحته ونحط الايه الياء الياء دي طبعا اللي هي حرف الماد والبي اللي هي الحرف الممدود يلا تيه برافو تيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نحط الكسرة تحت الحرف الممدود يبقى قولوا معايا ده حرف الياء حرف المد والحرف الممدود اللي قبله اللي هو تحت الكسرة يبقى كسرة مدياء مع بعض كسرة مدياء مع بعض الدول طبعا يا ولاد مقطع صوتي واحد بيجوا مع بعض في كل حتة لو جينا نقطع الكلمة مقاطع صوتية مش هينفع نجيب الخي الوحد والياء لوحدها لا هنقول خي علشان هو صوت واحد صوت واحد ولكن طويل جدا دي دي حتى لو كانوا بعيدة عن بعض كده عشان الحروف القطعة اللي هي الألف والدال والذال والراء والزاي والواو دي حروف قطع يعني اهو وي مش هيلزق قا في الياء تمام مش هيلزق فيها ولا هيمسك دي عشان هو حرف قطع وكمان هنا الري هتبقى ري مش هتمسك في ايد الياء نينفعش عشان هي حرف قطع طبعا كلنا عارفين قصة حروف القطعة أنا شرحتها موجودة على القناة زي وهنا الواو هتبقى وي وباقي الحروف كلها نكملها بنفس الطريقة سي سي شي شي صي ضي 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 طي تمام يا حلوين يبقى نكملهم كلهم كده ونحط المادة بالياء طب التدريب اللي بعده ظلل المربعات التي بها مادة بالياء او هنا بقى هنشوف مين الشطوت اللي هيحلهم ومش هيطلخبط فيهم ابدا هنالا تي او انا شايف الياء اهي قرى لازم اهم حاجة ما يكونش عليها تشكيل الحرف اللي قبلها تحتى كسرة ايوا صحي كده كده يبقى عشان كسرة مادة الياء مع بعض وبيحبوا بعض بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بالياء بعيد الياء عليها سكون غلط انا عايز الياء ايه المادة بالياء يكون اقرع ومش عليه اي تشكيل صحي كده ده مادة بالياء سامير يلعب الياء جاي في اول الكلمة وعليها فتحة لا غلط مش معنا جاه ده مادة بالالف جي ايوة ده مادة بالياء عطور لا مش مادة بالياء طب الكلمة دي سامير مادة بالياء عاصم لا ده مش مادة بالياء ضع دائرة حول المادة بالياء ري ايوة مادة بالياء ذي الياء عليها سكون لا ما نشدعوى بيه عي الحرف اللي قبلها علي فتحة لا انا عايز الحرف المبدو التحتي كثرة زي دي كده مي طب هنا ني ايوة مادة بالياء ممكن تكون زي ما قلنا في نص الكلمة او في اخر الكلمة انما في اول الكلمة ما ينفعش خالص سي سا لا انا عايز الحرف المبدو التحتي كثرة مي ايوة ده مادة بالياء زي لي عليها سكون ما عرفهاش نشاط اربعة ضع دائرة حول الكلمات التي بها مادة بالياء زي ما احنا شايفين مجموعة كلمات هنا واحنا هنحط دائرة على الكلمات اللي فيها مادة بالياء انا اقرأهم وانتو اكتويني في التعليقات ايه هي الكلمات اللي سمعتوها واسمعتو فيها صوت مادة بالياء طويل كده يلا سريع زيد يطير سيارة باسم سعيد اخي يلا يا حلوين اكتبوا لي بقى الكلمات اللي سمعتو فيها صوت المادة بالياء في التعليقات يلا بينا ناخد تدريب تاني على المادة بالياء طبعا التدريب ده مهم جدا وبييجي دايما يبي يقول لنا حدد حرف المادة والحرف الممدود في الكلمات التالية كلمات ابريق فين حرف المادة وفين الحرف الممدود مبدئيا كده في بعض اصحاب يقول لي ايه ده مادة بالباق او ده مادة باللام او مادة بالعين لا مفيش حاجة حلوية اسمها كده هم تلات مدود بس مد بالألف مد بالياء مد بالواو الحرف الممدود هو اللي بيبقى الحرف اللي قبل حرف المد ابريق فين حرف المد الياء اهو انا شايفه اقرعه ومعلوش ايه اي تشكيل هو ده حرف المد يبقى حرف المد ايه الياء فين الحرف الممدود اللي قبله بقل تحت كسرة هيبقى ري تمام كده طيب كلمة ناخيل فين حرف المد حرف المد الياء فين الحرف الممدود اللي قبله الخاء وهو تحت ايه كسرة عشان احنا قلنا كسرة مد ياء مع بعض كلمة مذيع فين المد يبقى مياء مد بالياء الحرف الممدود اللي قبله اللي هو الذال تمام والتدريب بقى اللي بعده ده مهم جدا جدا بيقوي عندنا الكراءة والكتابة والاملاق تدريب الدمج وتدريب التحليل يبقى التدريبين ده العكس بعضي مرة نجيب للاولاد الكلمات متقطعة كرة تقطيع صوتي ونقول لهم ادمج المقاطع اللي تكون كلمة يبقى الطفل يتهجل بنفس الطريقة تطع عي أو احنا نتهجله بنفس الطريقة عشان يدرك ويفهم كويس جدا ان المد بيبقى مع الممدود بيبقى صوت واحد وكمان الحرف الساكن بيجي مع اللي قبله تطع دول كده مقطع واحد ما ينفعش أقول تطع سيكون عمره ما يتنطق لوحده زي المد تطع يبقى ده مقطع عي مدي ياء من ندمج يا ولاد يلا تبقى تطع ياء تع لي من هتبقى ايه تع لي من برافو عليكم س ر ر شايفين المد بيلياء مسك في ايد الممدود اللي قبله طبعا هم أبعد عن بعد عشان هو زي ما قلنا حرف من حروف القطع اللي هو الر إنما هيقفوا مع بعض في بيت واحد أهو لما نيجي نقطع س ر ل اللي نقولها بسرعة نحن نكتبها ايه ناخيل ونقولها بسرعة حالة الكلمات التالية كالمثال هنا بقى مجينا بعض الكلمات ونحن نحللها بر سيمون هنخليها ايه بر سيمون وما ننساش في التقطيع الصوتي الحرف المتحرك في بيت لوحده أما الحرف الساكن مع اللي قابله وحط حرف المد مع الممدود قابله مصا بي حو أول حاجة ما ده حرفه متحرك في بيت لوحد صا مد بالألف مد بالألف أهو والحرف الممدود عليه فتح صا بي مد باليا المد والممدود مع بعض حو حرفه متحرك في بيت لوحد خلاص را بي عن را الواحد بي مد وممدود يمسكوا إضبع وما تلخبطش لو الياء دي عليها سكون أو فتحة أو كسرة أضمة تبقى مش مد زي ما احنا عارف يبقى حرف عادي ولكن بيخدع را بي عن للآخر خالص ما ري ضن ما حرفه متحرك في بيت لوحد ري مد وممدود أو مش هيمسكوا إيض بعض ولكن هما بيقفوا جمب بعض البيت واحد نحط عليهم دايرة كده ري ضن الضط دا عليه تنوين عادي يقف في بيت لوحده تمام يا حلوين أتمنى بقى الحلقة تكون عجبتكم النهاردة دا كمان اهو اختبار لقياس مستوى المادي بالياء نصوره دلوقتي ونخلي الأولاد يحلوه وده باقي الاختبار أتمنى الحلقة تكون عجبتكم النهاردة ما تنسوش بقى تعملوا اشتراكوا لايك للقناة وتعملوا شير للحلقة دي في كل مكان علشان باقي أصحابنا الحلوين يستفادوا أستوضعكم الرحمن الذي لا تضيع لديه الودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة